السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم محمد حدادي استعرض في قناتي تقريباً 9 طابعات كلها طابعات حبر وناس كثير جداً مهتمة بطابعات الليزر لذلك اليوم معايا طابعة الليزر من شركة HP عيوب طابعات الليزر إنها غالية فقط لغير هذا العيب الوحيد طيب إيش الفرق بين طابعة الليزر وطابعة الحبر طابعة الحبر مشكلتها إنه ينشف الحبر مع عدم الاستخدام لذلك لو أنت عندك طابعة حبر أو مقبل على شراء طابعة حبر لو أنت ما حتستخدمها كثير على الأقل كل ثلاثة أربع أيام مطبع لك لو ورقة واحد بكده حيستمر معاك الحبر لأطول فترة ممكنة إيش الفرق الثاني طابعات الليزر أسرع بكثير بالطباعة من طبعات الأحبار الفرق الثالث اللي هو السعر دايماً طابعات الليزر أغلى من طبعات الحبر يعني ممكن تأخذ لك طابعة حبر ذكية عن طريق الجوال بتكلفة ما تتعدى المية وستين مية وسبعين ريال وممكن تكون ثلاثة في واحد اللي هو سكان ونسخ وطباعة وكل شيء طبعات الليزر فقط الطباعة أقل شيء عندك ب350 وفوق وتجيك كمان أبيض وسود كذلك الاختلاف بين طابعة الليزر وطابعة الحبر الحبر تجيك بأكثر من علبة للحبر سواء ألوان أو حتى الأسود تقدر تعبيها وتقدر تشتري أحبار بشكل منفصل أما طابعة الليزر يجيك قطعة وحدة الحبر فيها ما يتعبى يتغير فقط ويطول معاك فترة أطول من حبر طبعات الحبر وليست الليزر فهذه هي فروقات الليزر والحبر تاخذ اللي أنت يناسبك والحسب احتياجك فأنا حشارك معاك اليوم طابعة HP ليزر أبيض وأسود ليست ذكية يعني لا بالجوال تطبع ولا شيء عن طريقة الكمبيوتر هذه للناس المعلمين مثلا الطلاب هذه الأيام تحتاج طباعة كثير ما تحتاج ذكاء في الموضوع فأتنويه مرة ثانية يا أخوان هذه الطابعة ليست ذكية هذه الطابعة ليست لها علاقة بالإنترنت ولا الطباعة عن طريق الجوال الطباعة من خلالها فقط عن طريق جهاز الكمبيوتر سواء ويندوز أو ماك اللي يكون فقط عن طريق الكمبيوتر فلو أنت محتاج طابعة حبر ذكية عن طريق الجوال أو عن طريق الواي فاي فهترك لك أحد الاقتراحات من شروحاتي السابقة في القناة لأحد الطابعات زي إبسون أو كانون حتلاقيها بصندوق الوصف أسفل الفيديو قولت عليكم شوية في المقدمة بس عشان تكون عارف الفيديو اللي أنت داخل تتفرج عليه أي شي يخص عشان أجاوبك على كل الأسئلة خلينا نبدأ الفيديو مع بعض طيب يا أخوان نبدأ نقول بسم الله هذا هو موديل الطابعة ليزر جيت برو M102A هنفتح الصندوق مع بعض نشوف محتويات الكرتون ونشوف إعدادات الطابعة وكيفية الطباعة وسرعة الطباعة وكل المعلومات اللي أنت محتاجها طيب عندنا في البداية مجموعة كتلوجات وتعليمات وإلى آخره مع سيدي التعريف والآن مع ويندوز 10 كذلك أجهزة المات هتعرفها عن طريق الانترنت وحنشوفها الآن كذلك عندنا سلك الكهرباء وفيش الكهرباء الثلاثي وطبعا يختلف أيضا من دولة إلى أخرى طيب خلينا نشوفها الآن مداخل الطابعة عندنا من خلف الطابعة مدخل فيش الكهرباء كذلك مدخل الـ USB وطبعا مدخل الـ USB هذا للأسف السلك الخاص فيها ما يجي معاها في الطابعة يعني عند شراءك للطابعة لازم تشتري معاك كابل اللي هو الـ USB الخاص بالطابعة بشكل منفصل إيش ما كانت الماركة الخاصة فيه أي نوع كلها تركب اللي هو الـ USB B إلى الـ USB Type A وهذا الكابل يعني ما هو مشكلة سعره مو غالب 15 ريال تقريبا فهذا هو نوع الكابل Type B إلى Type A فكل اللي عليك تسوي Type A Type B اللي هيكون في نفس الطابعة من الخلف وخلاص وهذا على أي كمبيوتر الـ USB العادي فيش الكهرباء نفس المدخل الآن قبل أي شي عليك تسوي أي لصقة زي هذه شيلة حتلاقي منها كثير في الطابعة كلها شيلة تيجي معاها هذه القطعة حتلاقي هنا زي السن حتركبوا هنا لها مدخل وهذه اللي هي حيكون فيها أوراق الطباعة نفسها فكذا حيكون شكلها عشان تحفظ الأوراق على مقاس هذه المسافة الآن جيب أوراقك A4 حطها عادي وقفل عليها بهذه الوصلة الآن هذه القطعة ميلا هنا عشان الأوراق اللي تطلع حتطبع يصير توقف هنا الآن خلينا نشغل الكمبيوتر نشبك الطابعة ونشوف كيفية تشغيلها طيب يا أخوان أنا حطيت المقاس المتعارف عليه A4 اللي هو الأكثر استخداما ولكن هي طبعا تقبل A5 A6 B5 هذه المقاسات المدعومة في هذه المساحة طبعا تاخذ إلى 150 ورقة تقريبا ممكن تزيد معاك شوية ولكن حسب مواصفاتها تاخذ 150 ورقة طبعا الورقة الوحدة تنطبع في تقريبا 7 ثواني تقدر تطبع إلي 22 ورقة في دقيقة وحدة الشركة توصي بطباعة من 150 إلى 1500 ورقة بشكل شهري طبعا فهذه زي ما ذكرت في بداية الفيديو هذا للناس اللي تحتاج الطباعات الكثير بسعر أقل الآن حنشبك الطابعة على الكهرباء ونشغلها من الإزرار طبعا حنتركها شوية مع نفسها لما تتأقلم عادي لا تخاف ما هي خربانة تاخد وقت ممكن 4 أو 5 دقائق خليها حيغمز معاك اللمبة الحمراء اللي من هنا الليد إلي ما يكتمل معاك وتثبت معاك خليه تطلع أصوات هي يعني تاخد وتعطي مع نفسها خلاص لاحظ معايا الآن هي وقفت وأيضا أنا ما شبكتها لسا على الكمبيوتر فقط على الكهرباء خلاص هي الآن تعتبر الطابعة جاهزة الآن يا شباب قبل لنشبك الطابعة أيضا لو كان جهازك ماك أو ويندوز هندخل على موقع اتش بي الرسمي ونحمل البرنامج هذا الرابط بترك لكوه بصندوق الوصف أسفل الفيديو فحنسوي تنزيل للبرنامج بعدين حنسوي تثبيت للبرنامج حمش معاكم خطوة خطوة طيبة شباب الآن تثبيت عادة جدا زي وزي أي برنامج خلاص هنقفل صفحة التحميل هذه والآن هيا نبدأ حتى باللغة العربية كله والآن هنضغط على التالي الآن نوافق على الشروط والأحكام ونضغط التالي الآن لسه أيضا ما شبكنا سلك الطابعة نهائيا هو حيقول لنا في البرنامج متى نشبك السلك خلاص الآن في هذه الخطوة هو بيقول لك قم بتوصيل الطابعة الآن حنوصل سلك الطابعة في الكمبيوتر ننتظر عليه كاتب النجاري التوصيل الآن هنا أشياء عادية جدا بيقول لك أنت بتستخدمها في المنزل أو في العمل مثلا بنقول له في المنزل والاستخدام الشخصي وين بيقول لك حط الرمز البريدي حط أي رمز مثلا 21411 بعد أن نضغط التالي الآن لو طلع عندي اتعاذ الاتصال بالانترنت وأنا متصل بالانترنت فبقول له المحاولة فيما بعد يعني ما لك دخل أصلا بالانترنت الآن خلاص أصبح عندي برنامج طابعة موجود على الكمبيوتر مثبت خلاص ثبتنا وأيضا ما حتستفيد منه شيء لأن الطباعة مباشرة من خلال الورد أو من أي ملف عندك حط نضغط على ملف مثلا وبعدها طباعة الآن جاتني إنها جاهزة هنجرب الطباعة الآن وأخيرا تمت الطباعة بنجاح الورقة بكل سهولة خلي نشوف كده ورقة فيها كلام كثير عشان نشوف الوقت طيب الآن هنجرب هذه فيها صورة وفيها كلام كثير خلينا نجرب كيف سرعة الطباعة أيضا سريعة جدا ولا تقارن بطبعات الأحبار نهائيا بهذا الشكل تم طباعة الورقة بنجاح نفس الشيء أيضا لأجهزة الماك هننزل البرنامج من موقع اتش بي نثبت وعند أثناء التثبيت هيقول لك أشبك الطابعة أول ما تشبك الطابعة بيتعرف عليها الكمبيوتر وانتهى الموضوع بكذا أكون وصلت معاكم إلى نهاية الفيديو أعطيكم ألف عافية لا تنسونا باللياك وسبسكرايب في القناة وفي أمان الله